وتم خلال افتتاح دورة تكريم كل من المخرج المغربي السييد سعيد شريبي الذي توج في سبعينيات سينما المغربي بفيلمه الأول من حياة قرية ثم ظهرت أفلامه الروائية مثل غياب وعطش وجوهرت بنت الحبس ونساء ونساء لما تم بنفس المناسبة تكريم الممثل المصري أحمد حلمي أحد نجوم السينما المصري الجديدة الذي تألق منذ أول فيلم له وهو عبود على الحدود للمخرج شريف عرف سنة 1999 وحاز حلمي على جائزة المركز للقوم للسينما وجائزة المهرجان للقوم للسينما مثل ما سبق له وانحاز على جائزة أحسن ممثل في مهرجان البنيال بباريز هذا أول تكريم من حجم دولي وهذا كيشرفني ولكن في نفس الوقت كيكلفني لأنه كيوضع على عاتق مسؤولية جديدة اللي لازم أنني أقضى بعض الاعتبار في الأعمال المقبلة باش نكون عن حسن ضمن الجمهور النقاط السينماعيين الصحفيين الكل تاني مرة أجي فيها المغرب المرة اللي السابقة كانت في مهرجان ومراكش والنهاردة أنا معاكو هنا النهاردة أتمنى إن شاء الله أنها ما تكونش آخر مرة حقيقي إحساس سعيد جدا جوايا إن أنا يعني حنول تكريم من مهرجان أنا بعتبر من المهرجانات الفنية المهمة جدا في المغرب وأشكركم طبعا على استضافتي وأشكر أهل المغرب كلهم على كرامهم وحسن ضيافتهم وتم خلال الافتتاح أيضا عرض فيلم يمة لرشيد الوالي الذي كتب له السيناريو المخرج رشيد الوالي إلى جارم السيناريس والمخرج المغربي هشام العسري وأدى بطولة وكل من رشيد الوالي والنادي العلامي وعبد المسنى وجمال الدين تخيسي وسعاد حميد ومارك سمويل وحسن فلان وهشام الوالي أنا سعيد جدا أنه يكون في هذه المرة جوز المرات فرحان لأنه يشرفوني من يكون عضو رئيس لجنة التحكيم مع الناس أخيار وأنه يكون فيهم ديالي في الافتتاح فهذه المدينة جميلة اللي كنحبها وكنحب الناس ديالا فكنظن أحسن هذه يمكن تأنا نبدل به المهرجان هو أن نعطيهم الفيلم ديالي في عرض خاص ويتنافس على الجائزة الكبرى للمهرجان الذي سيختتم يوم السبت المقبل 12 فيلما روائيا طويلا فيلمان مغربيا وفيلمان من مصر وفيلم واحد من تونس والجزائر وفلسطين وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وكرواتيا ورومانيا ويتنافس على الجائزة الأفلام القصيرة 18 فيلما منها 5 أفلام مغربية قصيرة وأفلام من تركيا وفرنسا ولبنان وتونس واليونان وإسبانيا والجزائر إضافة إلى فلسطين كما يتنافس على جائزة الدورة أيضا 12 فيلما وطائقيا من ضمنهم فيلم مغربي واحد إضافة إلى أفلام من فلسطين وإسبانيا وفرنسا وسويسرا واليونان والإمارات العربية المتحدة ومصر والجزائر ولبنان وتونس ترجمة نانسي قنقر